باسوا هيك وانا كمان يعني اهلي وانا بتكلم معاهم ليه طلب بسيط احنا ظروفنا صعبة كأسر كمان يعني حق بلدنا يعني انا دلوقتي بطلب الدولة انها تعمل والناس انها تعمل والمقتدرين يعملوا وكله كله ففيه طلب منكم شخصيا من الأسر ازا انا ظروف صعبة ولد وبنت كويسين اتنين تلاتة كويسة اوي اوي اربعة الحمد لله مش يعني انا يعني ليه بقول كده ازا احنا استمرنا في المعدلات اللي عندنا يا جماعة ما هي دي ده جزء من المشكلة جزء من المشكلة انا بيتي اقطوب ومخلف عشرة طب وبعدين دخل لحضرتك كام عشان تخلف عشرة لو انا هتكلمكم بامانة يعني وابقى امين في العرض عشان ما بقاش يعني هنا لا ابقى امين في العرض عشرة دخل لحضرتك كام طب انا عارف دخلك اللي هو سات ربنا طب العشرة دول هيكلوا منين هيتعلموا منين هيت لو لقدر الله حد فيهم عي هعالجوا ازاي طب لما دخلين بعد كده على جواب بيخلق بيتجوزوا هنجيب منين عشان نجوزهم هي فاحنا كمان علينا دور مهم قوي حاجات دي يعني نحنا نساعد نفسنا ونساعد بلدنا يعني بساعد نفسي على قد دخلي والله دخلي حضرتك ما شاء الله واحد من دخلهم كذا في السنة وطبعا ما فيش إلا يعني الحمد لله يعني فارجوكوا لو سمحتوا محتاجين شوية كمان احنا مع نفسنا يعني كل أسرة مع نفسها أهلنا وولادنا واخواتنا اللي بيتجوزوا أو داخلنا على جواز الحياة صعبة قوي وديكوا شايفين اهو ما نعملش زي جددنا وزي أبقى ما نعملش زيهم احنا على الأقل الأجيال الجديدة الأجيال الجديدة على الأقل يبقى عندها اللي هي راح ظروفك وظروف بلدك ووظفتك انت كام هتتعين بكام في الآخر هتتبقى موظف فين في التموين في الزراعة في الري لو ربنا كرمك روحت البترول في السياحة لو ربنا مثلا يعني طيب في الآخر داخلك كام والتلات تربع قاعدين من غير شغل تلات تربع الخارجين قاعدين من غير شغل بيش تغلوش أنا أعرف ناس من سنين وقاعد مستنى وظيف فين الوظيف فيروح يشتغل في المأولات فيروح يشتغل في المشروعات الجديدة أحسن ان خد شهادة ومش عارف يشتغل بيها طيب هل هو ده الصح ما احنا يعني لما نقدر نواجه ده فبنواجه حقيقة عندنا الدولة طبعا دولة وفي أي مكان بتقدرش تعمل كل حاجة ما بتقدرش تعمل كل حاجة لكن الدولة الدولة مشت في هذا المشروع مشت ومستمرة مش هتوقف بس كمان في ناس كتير جدا لازم يكون لها أدوار مع الدولة اننا الموضوع يعني الدولة هستعمل حاجة وانا من ناحيتي بقدم للدولة حاجة الدولة دخل في اللي هو اتنين كفاية